هاي البدعة اللي ابتدأت في ايام يحنى ابتدأت فلسفات اولا فلسفات فيها مندمجة بعدة فلسفات بس الفلسفة الاساسية باعتقد هي فلسفة افلاطون اللي كان بيتكلم عن الثنائية شو الثنائية بيتكلم عن الجسد اللي هو مادة والمادة شر والروح هو الخير فإذا هو كل خير هاي المجموعات اتقبلت هذا النوع من الفلسفة افلاطون والفلسفات المعاصرة في ايامهم وطلعوا بشيء ما يسمى دعاة المعرفة المعرفة اللي بسموها النوستيكس او نوستيسزم بالعربي الغنصية وهي الغنصية كانت بدايتها فحاربتها الكنيسة الاولى في القرن يعني في ايام يحنى وفي القرن التاني والقرن التالت لحد ديت ابتداء المجامع الكنسية من مجنع نيقية لما حاربوا البدع وثبتوا العقيدة المسيحية اللي هو قانون الامان المسيحي اللي كل يوم لازم نردده احنا كمسيحيين يوميا لازم نردد هذا القانون هاي البدعة انتشرت في الكنيسة الاولى جماعة ادعوا بالمعرفة وهاي المعرفة صار في الها للشامبيونز يعني الرجال بتوعتهم اللي طلعوا عن النص وابتدأوا يدخلوا فلسفات غريبة وفلسفات كثيرة من هذه الفلسفات طبعا مجي يسوع المسيح في الجسد ما هو لا يعني صارت بدل ما نحكم العقيدة من كلمة الله اصبحنا نحكم على كلمة الله من خلال العقيدة اللي انا بأامن فيها واليوم على فكرة المسيحيين نحن كمسيحيون كل الطوائف بعدنا من حارب بعد موضوع العقيدة العقيدة هي اللي بتحكم الكلمة يعني مرات لدرجة مثل ما قال يسوع ابطلتم وصايا الله بتقليدكم فإذا منصير نحارب عن العقيدة منحارب بعضنا البعض في العقيدة بدل ما اقول حبيب انت أخوي انت أختي تعال نرجع على كلمة الله مش كلمة الله هي السلطة شو ما بتقول كلمة الله حاضر سمعا وطاعا يا رب شو هاي البدع صار في جماعة معينة اللي عندهم زي أصرار حاجات غامضة ما بيعرفوها اللي فيها إلا إلا جماعة دعاة المعرفة النوس سم فمن هذه الجماعات وصلوا إلى حالة التصوف يعني صاروا يزيدوا أو يضيفوا على كلمة الله لأن حتى تناسب وتناسق الفكر بتاعهم وهذا التصوف حتى يناسب العقيدة بتبعتهم فيدخلوا إشياء بيحشوها حسوة عشان إيش تثبت أفكارهم هذه البداعة لما ابتدأت بإنكار المسيح مجيء في الجسد معناته هذا بقود إلى إنكار العقيدة وحي الكتاب المقدس لأن الكتاب في النبوات العهد القديم والعهد الجديد تتكلم عن يسوع المسيح وعن عمل يسوع المسيح بتنكر الميلاد العذراوي لأن المسيح لازم يكون إنسان كامل بلا خطية فإذن بهذه الحالة بينكر الكفارة وأنه بيصير موضوع الكفارة في شيء وهمة رسالة فكرية ممكن إحنا نستفيد منها وفيها رمز روحي عميق اللي أنا بتعلمه فإذا أنكرت مجيء المسيح في الجسد فإذن أنا أنكر أيضا قيامة يسوع المسيح في الجسد وإن أنكرت قيامة المسيح في الجسد وأنكرت مجيء المسيح في الجسد أصلا شو بإيه؟ شو الغرض من الموضوع؟ فأنا أنكر الصليب وأنكر الفداء وأنكر الكفارة أيضا ثم هذه أو بعض من الجماعة مش كل الغنص مهيم موضوع شائك بعض من الغنصية شو قالوا؟ لا إذا أنت بلاك تحط اللهوت اللهوت جاء يعني روح المسيح الروح روح المسيح حل على المسيح في المعمودية طبعا الدليل تبعهم أنه الروح القدس جاء بهيئة حمامة والروح روح المسيح أو روح الرب فارق يسوع المسيح في الصليب عندما قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لما بتسمح هذه البدع هو نفس الكلم نفس الشيء ينكر الصليب وينكر اللهوت وينكر الثالوت ومجيء المسيح في الجسد وإنكرنا مجيء المسيح في الجسد فهو شخصية آه هو كان شايفينه عارفينه عم بيمشي بناتهم بس ما هواش جسد مادي بعدين طلعت فئة ثالثة هو فئة رابعة وخمس وستادة وعاشرة ومية كمان بس طلعت فئة تانية طب ما هو أصلا الجسد مادي والمادي شرفة لنأكل ولنشرب وغدا نموت يعني زي الفلسفات المعاصرة في أيام بولوس الرسول فإذن طيب صار في ناس رحت له شيء أعمق طب خلاص طبعا ليش أتعب نفسي بلش يميز الخطيئة والإباحية والزنا هو أصلا الله اللي بيهمه الروح مش الجسد فالناس صارت تخطئ وتمارس الخطيئ ليه؟ لأن الجسد مادي والمادي شر فإذن يحنى عم بحارب هذه البدعة بقول هو الشاهد الوحيد اللي ضل نشكر الله لأنه كل التلاميذ ماتوا فيحنى لما كتب الرسائل وكان في أفسوس وين طلعت هاي البدع وكان بدير عدة كنائس منها الكنائس السبعة في السفر رؤية وكنائس أخرى وجزيرة باطموس لما كان في المنفى فقولا يا جماعة احنا شفناه بعينينا لمسناه بإيدينا أكلنا وشربنا معه وإحنا شفناه واختبرناه يعني بشكل واضح فهون ضحض كل هذه البدعة الغنصية اللي بترفض لأنه لازم يكون فيه إنسان كامل ولهود كامل حتى يقوموا في موضوع يقوم في موضوع الكفارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر